مرحلة جديدة دخلتها الأزمة السودانية بعد انحياز الجيش للمتظاهرين الذين اعتصموا في محيط مقر القيادة بالخرطوم وهو ما غير من سقف التوقعات وسط أنباء إعادة التجربة الجزائرية في انحياز الجيش للحراك الشعبي المطالب بإسقاط النظام والإطاحة برموزه مراقبون يرون أن الجيش السوداني يستطيع أن يناور بشخصيات مختلفة لترضية الشارع الغاضب والذي رفع سقف بطالبه بعد تحولات الجزائر وبات يراهن على أن مؤسسة الجيش يمكن أن ترافق التغيير المنشود لكن المعضلة تتكمن في أن مصير الرئيس عمر حسن البشير سيكون في المحكمة الجنائية الدولية في حال ترك السلطة لذلك يحاول ضمان الحفاظ على تأييد المؤسسة العسكرية ووقوفها إلى جواره وعدم حدوث شروخ داخلها المؤسسة العسكرية أوحت أنها على مسافة واحدة من الجميع وتعمدت التركيز على ابتعادها عن جهاز الشرطة وتصرفاته الدموية بعد أن مارس عنفا مقصودا على المحتجين أمام مقر وزارة الدفاع بينما ظهر الجيش وكأنه يؤيد المطالب المعلنة للمتظاهرين محللون ومراقبون قللوا من سقف التفاؤل الذي تبديه قوى الحراك الشعبي تجاه دور الجيش معتبرين أنه من المبكر توقع مثل هذه الخطوة وإن كانت التطورات الأخيرة توحي بأن العسكر بدأوا يسحبون البساط من تحت المنظومة الحاكمة قوى المعارضة من جهتها بدأت تحركا قويا لمحاصرة البشير وحثت المجتمع الدولي على عدم الاستمرار في صمته وممارسة ضغوط سياسية على النظام للقيام بإصلاحات حقيقية بعد أن فهم الهدوء الذي خيم لفترة على مواقف دول عديدة بأنه تأييد للبشير الاتحاد الأوروبي من جهته دعا إلى إطلاق مسار إصلاحات شاملة في السودان وأعرب عن الأمل في أن تقود دعوات التغيير إلى الاتزام بإطلاق مسار سلمي ومشروع شامل يمكن البلاد من دخول مرحلة إصلاحات جذرية ما يدور على الأرض يؤكد أن الرياح تجري بعكس ما يشتهي البشير والطبقة المحيطة به حيث بدأ المتظاهرون وقوى سياسية مختلفة يفقدون الثقة في الخيارات التي راهنوا عليها ومن بينها الاحتكام إلى المؤسسة العسكرية